موسيقى السلام عليكم فراشاتي كانت منى تكونوا بخير بافضل احوال كانت شكركم كانت جدد شكر لكل المتابعين ومشاركين في القناة ديالي اللي هي القناة ديالكم طبيعة الحال وكانت منى انا نقدر ان نكبروها وانا نزيدو في العدد المشاهدات فضلكم قلت اللايك لك اتديرو فضل تعليق ديالكم احتى البارتاج ديالكم احتى البارتاج عايقوني بزافة لذا كان طلبكم انكم كل المقدس وصفة البارتاج والقصص فقد يكون ممثن انا جدا لكم وده بعد نوريكم القناة ديالي القصص الواقية كانت منى انكم تشاركوا فيها ومدخلوا وتسمعوا القصص الواقية وخلينا اللي يا تعليق ديالكم وتشاركوا فى القناة محتاجة لأن هذه القناة محتاجة فيها مشاركة بالصاف محتاجة فيها المشاهدات لأن القناة ما زال نقوله في البداية لأن نسبة لمشاهدة ديالة ما زال نرهبطة بالصاف شكرا لكم على التعم ديالكم دائما لتواصل ديالكم معي القصة قصة كاملة قصيرة كانت منها أنها تعجبكم وضعنا للمردة ديالكم بدعوا على القصة ألا هي شخصية عنيدة جدا وعصبية جدا كذلك ما قالش حاجة سميزة العائلة والأهل أكثر واحد كتبغي في العائلة وجدتها طيبة جدا أي ناس لين شعر بني طويل والبشرة ديالها بيضاء كتبت تخدم دكتورة جراحة ديال القلب وفائد الجارحي والدم آلة شخصية عصبية مغرور البشرة دياله قمحية ويونف البني الفاسح يعني وسيم 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 جدا ما يكي يحمل شي حرس مثال الناس ونحن قد نعرف علاش نسبة مهندس شركة من شركات العائلة ومن لمسؤولة لشركات العائلة مراد الجارحي والأخ الأكبر والآلاء كي يحمق لآلاء عصبي ولكن مع آلاء شخص حنون جدا وحسن هو مهندس ومالك الجارحي يا أخت فهد شعر أسوأ طويل عينها منين وجميلة دكتورة أطفال سالم الجارحي والجد كي يحمق لأحفاد دياله ولانه شخصية عصبية جدا الرعد الجارحي هو والد أهلاء ومراد وهمس هي والدة أهلاء ومراد وعودي الجارحي ووالد فهد وملك وحياة هي والدة فهد وملك كانت مني عندكم تكونوا ما تودرتوا مع الشخصية ديال القصة أهلاء دبا خمس سنيني عايشة في أمريكا كتدرست طيب لما فاقت عند اليوم الموعد دياله مش غدي ترجع للبلاد وجاءت الحواجد ديالها قدت كل شي في لفاليت ومشأت مباشرة للمطار ماد مفترات ورقبت في الطائرة اللي وصلتها مباشرة مدينتها كتلاقا كتتماشي حد كاعد والاسم دياله معت الفتاة كتلقاها موراد أخوها مشات شكا تجريل عنده حضناته الحمد لله على سلامها بيضا أهلا الله يسلمك أخويا يلا يلا رأى العائلة كلها مجموعين كل شي كيتسنك فرحانين يلا وخرجوا من المطار لك المفرلوته مشوا على بيلا الحديدي وصلوا أهلا دخلها تلقت شاعدك يجري عندها جحضنا هاكا مالك كل هاتشي غيب أنا ريت عطلت عين هاد المرة بزاف أهلا وصافي هكت عيني لأقبل هكذا همس ماما تأهلا صافي أمالك تأهلا ومغل نعنقها مشات حضنات أهلا وقلتت كتلق لعبلة وحشاتها بزاف أهلا وحسنت يا هموصة وحشتك وصل المسألة كلها عائلة همس ايوا يلا طلعي طلعي السارحة شوية يلا هتكوني عييرة من السفر أهلا عندك الحق في لنا ماما وطلعت أهلا الجناح ديالها وجدت حواجها كاملين حاولت أنها تقدمها كافة في البلاكارد ديالها ودخلت للمتوش مهاشرة خذت دوش بشترسح من ساعة بداية السفر لأن الطريق طويلة جدا ونهسات نمشون البلاسة المكان تجمع الشيلا أدهم أهلا جاسا مورد مورد جات اليوم أول ما وصلت راس ولا تهلك حازم أهلا غرجع الأيام زمان ثاني جمع آدم وأهلا مع بعضهم أدهم هو أخو ألا فرداء لأنه ولد خالتا وحازم أخو أخو هاتوا ولكن هي قريبة من أدهم أكثر فأدهم غرجع ثاني لصداء وصداء الرأس ثاني مورد عندك الحق والله أدهم وصافي بركة بسألة حازم يلا يلا نضغى نمشي في الجميع يلا ومشاول الفيلة الحديدة ودخلو كيلقوا صداء روينان هدران هراج كلهم فصوص واحد أكيد أهلا دخلو كيلقوا أهلا قدمها أغانية مالك ونادا ومي صحباتها قالسي كيغني ومسطعين تنيا كيتفكر أيام زمان ومورد مشاوي طفلهم ذاك شي اللي مخدمين أهلا والله جيتوا ما جيت طفلتي أدهم مم وليش الله أهلا أدهم مشاول تكجرين عمدوا حضناته وبعدوا حضنات حازم وقلسون كلهم مع بعض ولكن فاد مشاول وخلهم ودخل المكسب ديالله كيخدم ومسوقش لهم أهلا عارسة وحشة اللي قلسة بزاف وحشة والله العاطم ندى عندك الحق حتى أنا توحشت أهلا وشو الأخ بقي كيف ما هو بارد ومستفزات وحسب رأسه حازم إن أخ أهلا شكون من غيره فهد فهد تبجي من وراء أهلا أنيسا بقي كيف ما هو أهلا بصوت هامس يلا هوي يلا هوي ناري 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 سمعني أهلا جيت سمعتيني فهد أهلا سمعت لا أنا لم أكن أعلم لك أنت أعلم على مراد مراد صح نعم صاف يلا سأخرج يلا بس لعم سمعت هذا مباشرة يزرب لأنه أخاف مراد لفعله وسلا بدك صهر مبين أسما كتفليات ونوكات كل واحد مشار بطار لفعله صباح جديد فقط البطرة مباشرة أخذ الدوش ولبسات ونزلاتك سوف تجد كل شيء جميعا في الأخرى في هذه الأطعم صباح الخير ونحن أحلى عائلة مشاركة رأسها جميع صباح النور يوم 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 ونشاء الله يوم يوم ونحن يوم يوم ونحن يوم 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 ضح وحبي يوم 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 ونحن يوم 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 ووصل المستشفى ونزل ودخل مالك يوم 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 ماذا تدخل أكثرية؟ ما أنت أخبارك؟ حمد الله أين هي المكتب لي؟ ايها الآن يجب أن ننظر على المرضى أهلا يجب أن تسألها في الخدمة ماذا المنزل أخرى؟ في الشركة يوجد فاعد وموراد وادهم وحازم كان لديهم الشيما وما بربعه يجب أن تسألها كم ساعة قبل الخدمة بعد الاشتماع أدهم يلا أنا غادي فاعد أين غادي؟ أنا غادي نجيب أهلا من المستشفى أمشي أنا ويا لدينا حد الخرجة حازم آه يا ما جاءت نيشان مشت المستشفى ونيشان ستخرج للخرجة فين غادي؟ أدهم وانت مالك نسية شغلك مراد فين غادي؟ أدهم بغيا في شي موضوح يلا باي وكايمشي مباشرة لعند المستشفى دخل عندها المكتب بعد ما سولها للمكتب ديالها لولو؟ ألا دومي أدهم كملت الخدمة؟ أكملت لقيتني يلا ساليت يلا يلا بغيك بغيك في موضوع مهم أرغيك في موضوع مهم أرغيك في موضوع مهم يلا ومشي وخرجوها كل مكان مفضل ديالهم أرغيك في موضوع مهم يلا حاود لي شنو؟ كل أدهم سارية أدهم أنا كنبغي نذا أهو عارفة وليل عرفتها أهو للدير أنا أهو الجارحي كنعرف كل شي أدهم يضحك على هيا كنتبتها وهي أهو أهو أكا نظن حسا هي كنتبغيك أهو 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 هو أهو 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 ولكن حسنا أهو إيشاء الله كل أشياء إيشاء الله ونأخبرك ونأخبرك محبطة فأتنع أهو وعليك السمي سلام فهد كان قالسا كساهي كان هو فهد كان خاطب وحد البنس وكان يبغيها بزافل وحد درجة كبيرة انا اعود لكم شنوقع باش تفهموا مراد فهد فهم شوية هي ما تنفحك شية هي يرسم معك بغفل وسكرها ما كتبغيك شية انسانة مادية فهد مراد صافي قلت لك سداد الموضوع هذا فهد قلت نقشني فيه واخا يلا انا غدي نخليك انا نيت خليتك فهد كيفاش انا غدي نفهمك واخا احنا غنشوفوه وحد نار فهد قيل ساكا في الحديقة ساكا لقى التليفون ديالو كاي صوني وكان مراد فهد اشكاين شنباغي اجي اندي دابا اعطاه العنوان دابا 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 مع الربع تكون عندي فهد هلاش اجي وانت غتعرف واخا سيدي واختع مع التليفون ونيت فعلا مع الربع فهد مشلد هكالمكان وطلع كانت زوحات الشقة ساكا يسمى مراد كا يتكلم دابا تباغت زوجي فاد اللي وانتي كاسبغيني انا رانا على قبل فلوسه مراد مراد وعلى شو ما بتختاريتي رانا بابا اللي قليها لي وانا وصلت له بطريقتي ووف هديك اللحظة بالدات بعد ما سمعت هالكلام تخلي فاد ها 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 هي مراد نصلت لعب بي انا ها على فاد الحاد يدي ها ها تخلي دام واشا عارض ضربها اعطاء وحتى وانتي تخلي دام ها ها كي يسيل من النفا وفه ام فوقس واحد هسا هدخل مراد افكم على بعضهم مراد صافي فاد صافيحنا ارجال ما كنتم ضربوش العيالات براكا لديك الحق ووجه كلام مرة سيني من قدامي لا أريد أن أشاهدك بصلي نكون فائنا أخويها أرجع دائما للواقع أهلا قلسات حدافان حتى الامت ستوقع هكذا فهد فهد شاف فام السالة وانتي مالك شنو اللي مدخلك سيا فهد هاتش اللي كتديرونها غالض حتى الامت ستوقع هايش هكذا هايش حياتك نصاف فتح قلبك بدا صفحة جديدة تريدك صفحة القديمة بغيس انت بغيب الصح مش هيدك الحب اللي كان هك هك انت لك مكتش كاتب غيرانا صاريت على القتبة وصافي ماش يحب صدقني أرجع نفسك ارجع نفسك صافي ذك الشرفات فهد قاقه هالس مع نفسه قايف فكار في كلامه وش فعلا عنده الحق وش فعلا خصوه يبدأ حياته من جديد وش فعلا خصوه يفتح قلبه من جديد وبعد وقت من التفكير فعلا انه عنده الحق شهر مهام دبه هو يساد دبه نفسه كعاقبه لا لا قبله وحده ما كانت تستاهلش وفعلا كان غير مشدود لشخصيات رانا كان مشدود هذيك الشخصيات ذيك الأنثى ذيك الأناقة ذيك المبالغة في في البيت مبالغة في الشعر المبالغة في الماكياج ذيك المثالية في كل شي ولكن ما كانش حب ما كانش عنده شي معرفة كبيرة فشكت فكار شخصيات ديالها الداخل ديالها القلب ديالها ربما كان كاغي نتهور فعلاقته بها وصافي كل واحد كي ناس في الصباح كتسفيق أهلاء كتقدير وثينها اليومي كتنزل كتلقة كل شي كالعادة على المائدة ديال فوتور صباح الخير الجامعة صباح النور الجد كديرا لولو صفا حمد لله اجدي بخير مرد ايو ولا لا اعلى قد الخدمة اليوم ضروري عندي عملية اليوم الله معك شاءت اعلى المستشفى دخلت لغرفات العمليات قدت في الخدمة لها كانت تقريبا ثلاثة سواه في غرفات العمليات خرجت عيانا مهلوكا كانت العمليات صعبة وكملت البقية عندها مفحوصات وقت سمك حتى وصلنا خارتي الانطهار شو عند الشباب مراد يلا انا غدي مشي نجيبها لعملنا مستشفى ومبعد شو البلاس اللي كانت جيبعه فيها فهد لله لا مراد خليني انا غمشي نجيبها بغي سفح الموضوع ومبعد ديك ساعة وجول عندكم وفعلا مشاه فهد الالا مشالها مباشرة للمكتب ديها تحسد دخل عليا اهلا اهلا شنو خبارك تاسمت اهلا وياك تشوف هي مستغربة اهلا فهد الحمدولي الله مزيانة شو الاخبار للعملية الحمدولي الله نشحات مزيان كملتي الخدمة ديالك لا كملت داكر مزيان يلا وجدي راسك مغيك في موضوع ضروري وفعلا بقيت كتشوف فيه بصغراء موضوع اللي بغيها فيها فهد وفشكيل وانسان تحدودي وما كيتدغنش هكا مع الناس بزاف واكسر يمعد ديك الواقع دياله اولا مغرور متكبر واخد نفسه ديه مع هكا علاجة بعيدة للناس بشون واحد الكافي كيشوف هكا بصغراء واحدة هي نفس النظرة فاد شمت شربي اهلا ليه كان مشي مشكلة هاي تلساغذر وطلب جوج عسير رضيال بورتوقال هي غالسة هكا برسطة بتالفة متوترة وقلبها كي يضق بصورها كتفكر انه ممكن يكونك حس بالله كي كتبغيه وش ممكن يكون اهتم لها وش ممكن يحس بقلبها وش ممكن انه اهتم لها معارفاش هاتشي مخليها بتالفة فاد كان عندك الحقة اهلا نهار كل شنية انا كتغي معجب بالشخصية ديالرانا وفعلا مش فكرت مزيان تكشي لي كان انا عمري ما بغيتها كانت اهلا فرحان بساب كانت فرحان لان اخير انا عرب بلا راه كان غرطة ولكن حساس بوحد الغطب لانه هي كانت مسوقها انه يقول لها راه كان بغيك راه كتعجبيني ماشي مجرد هاتشي فجأة كي صاري التليفون يال فاد فاد انا مراد هكذا كان شي حاجة يالا فاد اتغيضي اجترا مريض ردنا المستشفى يالا 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 قطعنا جيدا با اهلا شنو كينا فاد جدي مريض دولت سبيتر دارس اهلا ايده على فمه بالخلحة مستقاش انا جده اللي كتحمق علي انه مريضه في فلوبيطال خرجوا هكا غادين على وجه السرحة وفاد سيق بحد السرحة جنونية كي سبق الريح وفجأة خرجت قداموا وحد للوطن اللي منتبهش لها خرجت لي في اخر لحظة وذلك الساعات داروا حادثة السرحة وخاوكا يتصنوها كحتاجة الاسعاف وفعلا دارهم المستشفى كانت الحالة ديالالا خطيرة جدا اخطر من فهد ولا هاي لم يشافوهم كل شمشة يجري عندهم كي سولوا شنو كين راد شكين عودي شنو واقع الفهد والا عودي دارهم حادثة حالة اهلاء خطيرة بالسرح طبعا ودوا من المستشفى الجارحي لفهد دكتور عودي كون يشي العائلة صدوات ودهز تكسر من ثلاثات سوايا بقي ما كانت تخبر حتى تطلع فجأة الدكتور خرج كي يعلم الكل فهد الحمد لله الحالة دياله تحسنات سولوا بزيان وقد يتنقل الوحد للغرفة عادية اما اهلاء حالة ديالها خطيرة ومعارفينش انه مقدرش انه يوقفوا النازيف اللي كان عندها مراد صدم اشكاس قونتا يونسما كيفش انه الخدمة ديالكم كيفش ما قادرينش وقفوا النازيف ما فهمش انا ودهي احنا كنديرو اللي علينا مراد ادخل الدكتور لغرفة العمليات بعد شوية خرج فاد ودخل الغرفة عادية و لكن ما زال ما فاقش ما زال هكا مغيب ما زال انا عاسب سأسير المهدئة اللي كانوا هاتينه كل شي واقفين برستين عارفين شنوا واقع كي دوزود ساعات ودقيقة و هكا تقريبا بعد ربها 3 صبايا اخرين خرج الدكتور من الغرفة العمليات قلعد شنو كين الدكتور عودي قدرنا نوقفوا النازيف ولكن هي ردخلت في غيبوبة الى درسة الثلاثين بخير ما فاقتش تقدر توقع لها شي حاجة دولة كل شي في حال صدمة كيفاش آلاء الدكتورة محبوبة دي العائلة اللي كان جاي باش شوف جدها المريض وقالها الشي كامل كونش يحص بالخوف بالرابع لها بعد شمية دازل وقت فق فهد اللي كونش يدخل عنده العائلة كاملة حياة الحمد لله على اسلام سكاولتي فهد الله يسلم كاممة كي بقى سآلاء كدير الحالة ديالا عودوله لكل شي اللي وقعت ضم فهد وسكت حس انه وسبب هاتش اللي وقعت قا كي يأنف نفسه وطمير ديالا كي ياكلو لو كما كانش ساقديك السرعة ربما كانش غيوقع لهم هات الحادثة وكانت يخزون دبهية باخير فهد وجدتي حالة ديالا كديرا راعد الحمد لله مزيان راعد نعز دبه ما عارف شدكش اللي وقع ان شاء الله يكون باخير وان شاء الله حسا أهلا أتسعد دي المرحلة ديال خطر دهس يومين بطيئة هاد الأحداث اللي وقعت كل شي ها كان برزد كل شي متأهب كل شي كيتسنى وأهلا أشنو غدي وقع له وكي يطلعي والله وكي يطلبو انها اتفق بخير وعلى خير فهد محدود تنبي كي يزد عنده كي يحس انه وسبب هادش اللي وقع له قرج فهد من المستشفى كان كي يمشي كل شوي هاكا كي يطلع لها آخر نهار الأهلا كيتسنى انها تنوت كانوا كلهم سماكينها في المستشفى في النهار الثالث كل شي قلسين برستين كل شي كيدحو كيتسنى الدكتور فانه يخرج معندها انه يهلمهم بآخر مكاين بدك الوقت هذا كي يبلو معودعي اللي هو باوت فهد دخلك يجري العيني المركزة وفجأة خرج وخرج معها الدكتور اللي كان معاه راعد كي اش نخبر أهلا الحمد لله فاقت ولا تحسن ان شاء الله غد ينقلوا هذا بالغرفة عادية الحمد لله فهد أول مرة من الساعة اللي انتربت فيها أهلاء وليقات فيها الحديث كي يحسب حضر راحة وحضر راحة حسب بها غريبة عمره ما حسبها من قبل هاليومين كاملة هو كي حسب شعور غريب أهلاء بحلة تحشها بحلة كي بغي يشوفها بحلة بغيها كي حضنها حسب شي حاجة غريبة ولكن كي حاولي نكر في الداخل دينا ذاك الأحساس كي مستغرب كي تغريبة لأول مرة كي يحصل نقلت أهلاء لغرفة عادية كلهم دخلون عندها مرادة ولو ومشي عندها حضنها وكي يبوصل أفراسة الحمد لله على سلامتك أختي الحمد لله ما عارسيش ترتيبين أرى كتش كتجربيت شفي المعزة ديها الكديرة أهلاء الله يسلمك حبيبي أدام ساوة مشي عندها حضنها بس لها رأسة قال لي الحمد لله على سلامتك الله يسلمك أدومي مشي حاد ينسى هو نفس الشي الحمد لله على سلامتك اللولو الله يسلمك كل هاد شي وفهد واقف كي هكا مع الصب كي يزعزع فرج ليه كي يشوف فيما هكا كما كي يحضنها كل هم مشاوا هكا سلمونيها وهو اللي يبقى واقف وآخر واحد كي يشوف من بعيد كل هم ضوكين ساحبوا إلا فهد اللي يبقى واقف كي يتسنوا حسا سولوش كل يبقى معها أهلا حسا نطق فهد ما عنديش خدمة ذبان اللي غل بقى معها غير سيرونتم وفعلا نقلس معها جاه بس لها رأسة ويديك الوقت هديك حسا برعشة في الجسم تيها كامل حس بديك الرعشة تيها حمد لله على سلامتك خلاتين هديك بساف الله يسلمك أفاد نسك يشوف فيها هاد النظرة هدي مختلفة على النظرات اللي كانت تشوفها معينيه مقبل حساس بالحمراء ديال الخجل على خدوطها حسا بدأت كتك كتحاولت بعد وجهة الجهة الأخرى تحكي عليها مني شفتك الخجل علش كتتحكي عني يا مالك ولو كنتحكي علي لديك الخدوط ديالك ليه ولا واكي حمرين في حلماتيشات أهلا بالصح غير مع المرض وقام عافضك النظر لأول مرة كي بقى الصمت بيناتهم مرة مرة هكا كيتلقى وعينيهم حلا كيفضحوهم كل حد فيهم كي حاول يخمبي ذلك الإحساسي في الداخل وتزهد نار هذا على الخير بالنسبة للآلاء كان فهد هو ذلك الإنسان الذي تسمنه من صغر الذي كانت تسبغيه في صمت الذي يتسمنه من صعب الذي أحساسي وذلك كانت شركة أحاسس وذلك كانت صغيرة وذلك كانت تقرأ بالنسبة لحب الطفولة حب المراهقة وحب الشباب وذلك كانت ترى الحب وذلك كانت تسمو في كل دقيقة من الغيرة حتى انها هربات الامريكا هكا باش بعد من ذاك الاحساس ولكن محتى هربانا ويكا تحس بذاك الوحش لي محتى هكا يمفزا قدام محتى حاجة مقدرت انها تنسيها في ذاك الاحساس اللي كان في الداخل اللي كان كي كبر يوم عن يوم بززز منها دي ملوانيج دياله هو تصويرته تصوروا اللي عندها في البغتاب دياله تصور اللي كي وصلوا معند العائلة اللي كتبقت بحل كتتلف راسة بهم وكتتب راسة بهم يا ما تحولها فرص من شباب سواء الشباب اللي لمغاربة او لاعراب او لحسل اجانب ولكن عمرها ودخلت في شي علاقة مع شي واحد عمر ما عطتت فرصة شي واحد انه يقرب منها او لعطت فرصة لقلبها ان يدخلي شي انسان اخر كيفش غا يدخلي شي انسان اخر ومالك وفهد مكين شي حد اللي كي يبلها بحاله لف بسي سامته لف شخصيته لف وسامته كان بالنسبة له هو المثال اعلى ديال الرجل اللي كان اسمنه يكون هو شرك حياته ولكن هو كان بعيده لها عمرها ما تخيلات شي يوم الايام انه غادي يفكر فيها ولا غادي يشوفها هذه كشفة المختلفة من غير شفة ديال الاخت او ديال بنت العم شي حاجة اللي بعيدة اللي مستحيلة بالنسبة له وده كالانسان المتعالي المغرور ديما هكا كي يشوف غير فوق الفوق وهي بالنسبة له مجرد وداز هاد النهار هذا على خير واليوم هو الموعد ديال خروج اهلاء من المستشفى وكان مراد وادهم ما اللي جايين باش يديوها وشدات راسها ها كان بعد ما اعطوها الدول اللي غا تتاخد اعطوها الارشادات اللي يخصش نخص ندير واختلا بالاخصة ترتاح وحدش فيه وحد المنطف نطر ومشارغ وصلوا للقصر كل شي فرحان بالراجعة ديال الالاء الجد ديالك ارجع قبل من ابنها تلاحظ اهلاء الغرفة ديالك تتسارح فيها المد يناس ديك الغيب وملي خرجت منها خرجتها كعين بحل ما معارس فين كانت قادت هاكا تقريبا اصبور حدثوا كامرة ارجعت لعائلة طبيعية الحياة ديالها الطبيعية كانت يوميا كتشوف فهد يوميا كتحاول كتتهرب منه هاكا كتحاول ما امكن انها مطلقاش من غير ديك الاوقات ديالاكل قصف الضار غالي بالوقت ديالك قصف الغرفة ديالا فهذا المده هاتي كانت تحاول يفهم ذلك الاحساس اللي يحصوا جهس اهلاء يحاول يفهمه هلش هاكا مني كيشوفها ولا كيتوتر هلش ولا محسن بها هاكا محسن بالامور ديالها محسن انه يشوفها هلش مني كاسغبر اليه هاكا ما كيشوفه هاش كيحسب حلا متشوق انه يشوفه هاكا مني كاسكون بهيدا كيحاول يفهمه نهار على نهار مني كيكون في الشركة عقله كيكون غيمة خدام ولكن مرة مرة كتجي باله صورتها فيها كتضحك صورتها فيها كتغني صورتها مني كانت هاكا مريضة كيفش كان خايفة لا توقع لها شي حاجة كيفش كان متأهب اي حاجة توقع لها كل شي داك شي كي يضرب باله وش كتعجبه اهلها وشنو هذا وش هذا حب ولا اشنو وش فعلا ولا كيبغي اهلها كل شي هذه الاسئلة كتجي بباله يحاول اني اعطيها تفسير وش هو يقدر انه يفقد اهلها من جديد وش يقدر انه يباعد عليها وش يقدر انه يكون بعيد على حياسها كل شي هذه الاسئلة كانت طور في باله كله مرفش كل مطارقة كتيرة وكيفكر فيها وليس كتب اللي هي ديك البنت اللي كيثمن انه يكمل معا حياسه ما عارفش كيفش كان هاد المدة هدي كاملة غافلة لها اهلها ويا كانت قدامه ما عارفش علاش محسش بذيك الشياق اللي هملي كانت بايد عليه واش خلى ديك الغشاوة ديك الكرة للنساء كامل غطى العيني ترها الدرجة انه ما شافش اهلها قدامه ديك البنت الفاتينة بحل الفراشة اللي كترفرفها هكا قدامه ديك الخافي فضل اللي كتديرك تخلقتها الجو الزويد ديك السعادة وديك المؤساحم واللي كي يحمقوا على العائلة كاملة كيفش ما شافش هاد الوقت كامل قدامه علاش حسل دابة بالتاس عاد شافه واش كان محتاج لهاد الوقت كامل باش برا الجراح ديالو انتسادك الشي اللي دهرته فيه رانا واش كان محتاج لهاد الوقت كامل واش تحيب ديك الغمام اللي كنت على عيني وتوضح لي الرؤية دابة في نفس هاد الوقت هذا اهلا مني كانت في الدار هكا وعنده ذاك الفراغ كتبقى قاسة كتفكر يسرى شنو غيكون كايدة الفعل يسرى واش كاي بغي شي بن جديدة واش عجباته شي بن جديدة يسرى مني كنت انا غيبة هاد الوقت كاملة واش تلقى شي بنت واش شاف شي بنت عجباته شي بنت وعلى شهلا وراء راجل واي راجل راه عنده احتياجات وضروري ما غادي يشوف البنات غادي يجبوه خصوصا على حساب الخدمة دياله كيتلقى الناس الخرجات ديالهم اكيد كيتلقى بنات ربما تكون عنده شي علاقة سيرية ويمفخبها راج ما عرفتش هلاش حسس بو حد الغيره وهي كتفكر فهد تفكير هذا حد الغيره اللي كتتاكل في قلبها كتتمنى من الله انه قدلها الامور ديالها ولو انه بالنسبة لها صعب لما ناله شيء وحد الانسان اللي بعيد انه يفكر فهو لكن كان عندها وحد الامل ولو قليل ذيك اللحظات اللي كانت تتصلي فيها وكتنزلها كتتسجد كتطلب الله كان تطلب ديالها الوحيد انا ربي يكملها بالخير إلا كان مكتب لها انهم ما يتلاقوش فكتتفضل انها ما تكونش هنا في الوقت اللي غادي يكون فيها مع ذيك الانسة اللي غا تكون معها لو كان مكتب لهم الله انهم يتفارقوا وغادي يرتبط بإنسان أخرى او لا يتزوج بإنسان أخرى فكتطلب من الله انها ما تكونش هنا تسافر تغبر تبدل البلاثة يقع اللي وقع غيه ما تحداش لهذا الشي اللي انها تقداش تحمل ذيك الكسرة ديالقلب هاللي غا تكون اللي شافت الانسان الوحيد اللي بغاسه حياة كاملة مع مرة أخرى من غيرها هي وبالرغم من ذيك اللامة العائلة وكل شي هذو اللي قربين لها وذلك الكلام ديالهم وذلك الحماز ديالهم ولكن كانت تحس بحد الوحدة قاتلة لأن فعده هو الانسان اللي كانت تسمن انه يقرب لها كثار انه يعرف ما كانت تفكار يهدر معها ويشارك الأفكار دياله ولكن هو كان بعيد بساف وقدم ما كانت هي كانت تجاهله حيث هو نفس الشي هاد التفسير اللي اعطته النفسه انه ربما بغيش يشوفها ربما كانت تجيه ثقيلة على القلب ربما ما كيحسبتش حاجة من جهس ذاك شي علاش كيحاول انه يتفاعدها وقد عند ديالك الفكرة ديال ذاك النهار اللي اطلقاته يترى شنو كان بغي يقول لعن بعد في الوقت اللي جا في الاتصال على جدا بالله مريد في المستشفى وش كان بغي يقول لعشي حاجة اخرى من غير ذاك شي ولا كانت ذاك نغارو حد نظرة في عينيه اللي مهي مختلفة من غير النظرات اللي ملفكة تشوفهم في عينيه شوف اللي اللي بنت لها غريبة وش كان بغي يقول لعشي حاجة او لا هي غاب مش هساكا سائرات الاحلام دياله ونغام ساس فيهم ذاك العالم الوردي ديالها في المكاتبقى غالسة كتبقى تخيله معها كتبقى تكسب كتحس ذاك الافكار ذاك التخيلات كيف شك تخيل ان على خصوة مغادي تتحسن كيف شك تخيل ان على خصوة مغادي تتلقى كل شي كان من وحي الخيال تحاجة من ذاك الشي ما كانت واقع وجل وقت اللي خصوة ترجع اخيرا طروري خصوة ترجع لخدمة دياله لباش تلاهي نفسها لان هذا الفارغة كيخليها كمتخبطة في المشاعر دياله كيخليها كتتاكل من الداخل كان هذا الوقت اللي ضيعاته وهكالي دوزة تصفه وهي كتتقرع في الخارج ويبعداني ما خليهاش تنساه ودعب من قربات الهناية فأقول لسك تتعدب كتر بالنسبة لهذا الانتظار ودك التفكير كان كله عدد في الليل كاز بقد صار حكا باش يجاهد ناسوا كاز قد تتخبط حتى يقرر بالفجر ما حد الوقت كيدوز ويكاز يتكسر ذاك المرض اللي كان كيخليها كان دخل في حد دوامة لتفكير ما قادرات تخرج منها كيفش غد يتير كيفش غد يتير سبعد عليه ومعها كل نهار وقرب منهم مثل هالدرجة يعيشين في نفس الدار ممكن شأنها ما تشوفه وش ضروري هالتشوفه ضروري كتصادفه ضروري كتسمع السوصو حتى مني كتبغيت بعيدة ليش حال مرة كتخرج للشرفة هكا كتحاول هكا تشمدك النسيم ديال الليل حتى كتسمع السوصو في الحادقة مع مراد او مع حازم هذا وكتحاول تتخل وكتستك البالك كتبغيت بعيد البحيد حتى ذاك صوت دياله كيرجع لوحد العائلة من هي بغت تهرب منه لين بغش تفكره بحلة كتتهرب منه لين بغش تفكره لين بغش تفكره لين بغش تفكره كتر وكتر اليوم قررت انها ستنزل و ستشاركم هكا الغضاء على ريالة شحية لذي ما نزلت كالتبع عام كانت تتحجج هكا بأنها عيانة ولا بغت نقاس بش ما تلاقش فهد بالخصوص نزلت شوفوا فهم الصغر بين السلام عليكم الكل عليكم السلام جد كديرا بنتي كديرا لونه مزيان الحمد لله جدي حمد لله بنتي و قلسوا هكا كتشوف كل شي كالما قاموا حد نظرات اللي غريبة كيشفوا مالها جنوا واقع كتشوف فيهم قاكي يكلوا في حد الجو مليء بالحب والضحك والتفليات كالهدا اللي هي ساكتة مره مره هكا كتختف ديك النظره الخاطفة الفاد وهو كذلك الوقت اللي هزت في عينها إلا وكي يستوي عيني في ديك اللحظة وكي يتلقى ونظراتهم كتشوف حد نظرها مهمة اللي مقدرش أنها تفسرها وبعد الغداء مراد وقلسوا كلهم في ديك اللحظة كي يشربوا قهوة اليوم ما كانوا شخدامي اليوم ما كان السبت الجدل ويني تنسي مراد عندك الحق جدي طالما فتحتي هذا الموضوع سأطلب منك أمي إدمالك كل شي يدوكي يجبو فيه مصدومين البتسامة لا تلات على شفيفهم ألاء غايد ديها صافي هدها كاملة كل شي يجباتهم هاد نقصة للقاسة ألاء مراد وصافي أنا دوي اسم عمي عودي شوف ما عندي شمانيه ما عندي شمانيه مالك نزلت عينها هكا الأرض وذيك النظرة من الخجل الجد وصافي مدام جافس في كاكو سكسات إذن سوكوزوا على مطرد على باركة الله شكون ثاني؟ أدم وتأنا حازم القصة وتأنا كل شي يستغر به من هذه التصرفات الجد شكون بغيتون تومة؟ أدم فهد انا بغي نادا حازم وأنا مي فهد كل شي تلفصوا عند فهد فهد ضد الزواج وضد العلاقات كل شي كيف يرفو فيه باستغلاء حتى من انه عندهم وحازم ومورات اه شكون هي تساعدت الحد؟ أه لا احساس بها الرغبة أنها سأتسابكي ومتخيلش أن فهد سيتزوجها وكذب هده يقل اسميات البندل كيف سيتتترده؟ الموضوع الأهل هستطيع أن تقفد ألاء تصدمت أكثر أحدهم تلك الصدمة التي ترى أن تصدع لسانها فاد ماذا أردت يا أمي؟ أردت أن تدع المعنى ما رأيك ألاء؟ ألاء هناك أول سالة تلتق بها تشلات تبكي مات لا تستطيع أن ترى تشاهدوا هذه الدموع كانت تشعر بالدبوع على طرف عينها لم تكن تبكي بها بالفرحة لم تكن مواقع كيف تخسرها فاد؟ كيف تريد أن تزوج بها؟ لماذا بالضبط؟ كانت تشعر بالدبوع على الناس ماذا قالت يا ابنتي؟ كانت تحاول تنطقها لم تكن تخرج لها ما قالت يا بابا لم تكن قادرة انها تقسمت هربانية تجري من نظراته قد تعكل واضح ومتساني كل شيء يتحكي لها وفعلا لقد تقرر ان العرس سيكون في شهر وبدأت تجهيزات لكل الفرحة لها كاملة الفرحة التي يقوم بها وهذا الوقت كان فهد لم يرى نهاية والحد السابق ومعما لم يفهمها من العلاقة من المعرفة ومعرفة ان كل شيء يريد أن يتزوج وأنه ينطق ونفرض ان يتزوج بشكل لم يرى نهاية تساؤلات في الداخل ديالها اللي كان كيهمة من هادشي كامل انها واخيرا غتكون مع الانسان اللي كتبغيه ما كيهماش انه يكون كيبغيها عندها دارت وعد بينها وبين نفسها انها غدي تخليه يبغيها علاش الله شكول ما يبغي هاشي يا هي المحبوبة ديالكل بالنسبة للجامعة ذيك الروح ديال المريحة ذيك الجمال ديالها البراءة علاش ما يبغيهاش فكرت انها ضروري غتكون في عشي حاجة اللي ممكن انها تتيروا ضروري غتكون في عشي حاجة اللي غتخليه يبغيها وربما لكنت معها كضريفة لطيفة تكون شكل لك يبغي انها تكون مثيرة شحبت فكره وفكره بدت تتراودها وكتفكر قدير في الخطط مش خليها كيه يسمي لها ويشوفها وينساء ذاك تعانلو دياله وذاك الكره دياله للنساء هكا كتخطط وكتفكر ويمعل ما لاش بالله السيد رعطايح فوقي يبغيها بلاها تشي كامل ودس الايام سريعة وفعلا توجد العرز اللي كانت في قاعة من أكبر قاعت وتجهزت بأحدى التجهيزات والبنات وجدوا قاعدة الشي اللي خاصهم اللي غتتخيط تخيطات اللي غتتشرت شرات اللي غتتوجد توجدات كانوا فرحاني بزاف لا البنات ولا الشباب البنات بغي للولاد والولاد حساهم ما بغي للبنات أهلا نزلت معارات بشي بشي ولقاها وما لك مع عودي ونادا مع باباها وما يحسيها مع باباها والشباب تصدموا من داك الجمال ديالبنات كانوا جاوا عندهم بنات هاك خاصين مستخدوا بيوتي جاوا عندهم بشي قادوا لهم قادوا لهم هاك كل وحدة في الغرفة ديالها قادوا لهم ماكياج اللي هو نوعا ما هادي اللي كل وحدة واسع لملامح ديالها كل وحدة بنت أجمال من الأخرى كل عريس سلم العروس دياله ما تتوصيات من الأباء وديك الوقيس هاديك هي فاش تكسب العقد وما يلتح ساك في الفيلا واحدة كان غادي يمشون للقاعم بعد ما يكسبو ذاك العقد ديالهم إجلس العدو والمباتيك الكلمات الروسينيو المهروفة كل واحد وقالة العقد ديال الزواج كانت وحدة نظراتها كحنونة من فهد الأهلاء وهي كانت كتحس بالخجل ما عرفاش كيفاش غادي تتصرف معاه بغاه وكتبغيم اللي كان صغير ولكن هاد اللحظة بالنسبة لها لحظة فارقة تلفاذ جميع الكلمات اللي كانوا عندها تلفاسهم تصرفات اللي كانوا عندها تلفاسهم هي مش ذاك لإنسان الخجولة بالعكس إنسان اللي لواية إنسان اللي هاكا قافزة إنسان اللي صريحة اللي ما كتحشمش ولكن هو حدهم لها ذاك الأحاساس اللي كتحسن عمرة ما تخيلت أنها رتحسن في شي يوم من الأيام حتى كمل العرس على خير ما يرام لحضره في العائلة والأحباب والأصديقة وكل شي كان فرحة لهم وتصالت الحفلة ديال العرس كل واحد أخذ العروسة دياله وتوجهوا الفندق اللي كانوا حاجزين فيه أعلى أفاد بعد ما دخلوا الغرفة ديالهم في الفندق اللي كانت سويت ماشي غرفة كبيرة هاكا مفرشة فراش اللي هوا رائع أول حاجة دارسة كانت حاسة بتسوطر كل هاكا ترجف بحلت خلاص ما شئ إنسان اللي ما كتعرفوش اللي غريبها لها وفعلا هي عمرة ما كانت سمعها فضل الموقف هذا سيوغته أنهم ما قلسوش بجوش بيهم رأس في الرأس ما هدروش ما عرفت زاشي حاجة علاج تزوجها هذا ولا كيفاش خسارها ولا علاج تزوجها ما عرفت زاشي حاجة كان عندها تساؤلات اللي بغى الأجوب عليهم ما أنست الباب جلديك الغرفة دلساس فوق السرير ويا كلها تكتغزل أول حاجة بغى سعرفها هي عالش دووج بها فعد ما قدرش ترددها وش تسوله دابها وش هده هو الوقت شنو غا تتير ما قدرش تبدأ مع حياة أم الزوجية بلا ما تسولوا هذا السؤال فعلا تزوج بها حقات الحلم ديالها حقات الأمنية ديالها دوها ديالها تحقق أسمى حاجة بالنسبة لأنه هذا الإنسان هذا ولا رجل لا تخيل لاش أن هذا الواسيم اللي أخذ دامه ورجلها كتشوف فيها كتتحرك بعد ما دخلت لك لفاليس هو دخلت وش هوا اخرج بيها كعير سكت رجف ولكن ما قدرش تجاوز ذاك السؤال حسنا جاوقفها كقبال سام عليك تزوجي بها فعد ما قدراش تحبز ذاك السؤال وقال يشوف فيها كبستغراب وجاقرر بقلت حدها لا تكسرين سأقول لك واحد الحاجة ضروري خذك تسمعها مني كتبغي نهضر معك من قبل ولكن ما تزحج لي الفرصة المهم أنا كتبغي واحد لبنت ولي وهي كان صغيرة كتبغي خفالها بثاف كتبغي حاضيها من بعيد ديمة وكان رعيها بثاف ولي بديت كان كبار وخدمت وتمثلات الحياة سماعية كتبغي نحس بالإعجاب من واحدة أخرى وضغز الواقص كتبغي أن حقيقة للك الإنسان اللي كانت كتبغي بني أن إنسان ماديا آنانيا كانت بغني على قبل فلوسي وصافي كتبغي أن ما كان بغيهاش ولكن اللي كسرني كسر هو أن حبيبتي كانت بعيد عليها هذا البعد ديالي لقد كتبغي أني أكثرني بثاف كتبغي أني أعيش حياتها تعرفت على شيء إنسان جديد بنت علاقة جديدة ربما عنده علاقة بشيء واحد ويبعد عليها كتبغي لك ومن يجيات من الصفر كانت كتبغي ببرود برود بثاف لقد تكثر صمع جديد حسيت برسي وليت مع الصب الصاف كان حاول أن ينبعد كانت تعزل عليها كانت تقربش لها مش عارشي شكون هادية آلاء آلاء كانت بصدو ومن ذلك الكلام ناكي تقال عرفها أسب كل سأكيد أنها كي قصدها هي وشكون من غيرها بدوض وعاكي ينزلوا بلا ما تقدر أنها تحكم فيهم حضلها درها هادية عمورها ما تخيلتها عمورها ما تخيلت أنه ممكن أنه فادي يكون شفا بطريقة مختلفة كيف ما كي قلها دابا أقصى أحلامه أكبر أحلام عمورها ما تخيلت ولو أنه يكون غير تعجب باولة ولا نحظة فإذا به كي قلها هذه الهضرة كاملة كان هذا شيء كبير كبير لأنها تقدر تخيله كتشوف فيه مازال دموها حسن ما ديتي هاكي كي يبسح لها دموها وكي يبساسم كان بغي كأهلا أهلا كتشوف فيه مازال ما بسيقاش دموها ماذا ستقول لي كيف ستتعبر في هذه اللحظة جميع الحروف والكلمات لا يمكن أنه يتخسز له ذاك الإحساس اللي كتشوف به دابا كيف ستحك العبارات كيف ستحك هكالكلمات كيف ستقادل الجمل ماذا ستقول لي كيف ستوصل لي الإحساس ديالها هذا كيف ستجد إدها كابينيتي أهلا ما تقولي أهلا شوفي فيها هزلا رأسها كابينيتي حتى ستواجدت عينها معيني كابينيك أهلا آه وتساني بحل لك يتبحب هذه الكلمة كيف ستشوف فيه هذه اللحظة الحاسمة بالنسبة له بالنسبة له أكيد خصت جاوب والجواب اللي كيستهل هذه الكلمة ديال وهذا الفرحة اللي فرحة لها أحسن هنا كابينيك كابينيك القصة ديالنا القصيرة هذه السهلات هذه القصة فيها وحد العبرة أن الإنسان طول ما النية دياله كتكون زبين النية دياله حسنة قلبه بيد كيبغي الخير لكل شي محبوبة للناس كيبغي وحد الحاجة وخاء هي بهيدة عني وصعبات المناج بالنسبة لي وكسبة لي من السابعة المستحيلة أنه يصل لها ولكن في القرار ديالنفسه كيطلب الله أنه يصل لها في القرار ديالنفسه عنده وحد الأمل ولو بسيط 1% أن الله قادر لأنه يجيب لديك حاجة ماهما كانسا ديالحاجة فرصة ديالعمل صفر عائلة زواج حب دراسة أي حاجة فيبقى على هذك الهدف دياله ويطلبوا الله لربضوا حد النهار في يوم الأيام وقدر تحقق لي هذك الطالب اللي كيطلبوا وذلك الدواء اللي كيطلبوا ما نفقدوش الأمل محد نحن في الحياة محد الأمل موجود كنت من القصة تكون أجباتكم ولو أنها قسيرة ما تنسوش تخليوا لايك تعليق اللي فيه رأي ديالكم على القصة وعلى الفكرة المطلوحة في القصة وعلى العبرة من القصة وبارتاجيو إلا قدرسو شكرا لكم على المؤسسة بعدين لكم مطلقة وإن شاء الله مع قصة جيدة بإذن الله إلى اللقاء اشتركوا في القصة اشتركوا في القناة